تحية طيبة، ونستكمل تقديم مكونات الكابسولات التوجيهية للموضوعاتيا، ونعرض عليكم الآن الكابسولة الرابعة والخاصة بالمجال التعلمي الرابع، مجال تطوير السلوك الحسي الحركي. نبدأ بالسؤال الأول في هذا المجال، وهو السؤال رقم 34. تقول الأستاذة للتلميذ، خذ القلم وحاول أن تمسكه بشكل صحيح استعداداً للكتابة. فيحاول التلميذ أن يمسك القلم بشكل صحيح بواسطة ثلاثة أصابع، باتباع الخطوات الثلاثة الموضحة أمامكم. ويسنف تبعاً لذلك في المستوى الأول إذا استطاع إمساك القلم بشكل صحيح، أي إذا استطاع أن يمسكه بواسطة ثلاثة أصابع، الإبهام والسبابة والوسطى وهو ما يسمى بالمسكة الثلاثية. أما إذا لم يستطع إمساك القلم بشكل صحيح، فهو في المستوى الثالث. في التعليمة رقم 35 تطلب الأستاذة من التلميذ أن يأخذ القلم وأن يرسم ما تمليه عليه. أرسم خطاً عمودياً، يرسم الطفل الخط العمودي الذي طلبته الأستاذة. الآن أرسم خطاً مفتوحاً، فيمسك الطفل القلم ويرسم خطاً مفتوحاً. أما الآن فحاول أن ترسم مستطيلاً، فيحاول الطفل أن يرسم المستطيل. ويصنف تبعاً لذلك في المستوى الأول إذا تمكن من رسم مطلوب، يعني رسم خط مفتوح، خط عمودي ومستطيل. وفي المستوى الثاني إذا رسم عنصراً أو عنصرين من الثلاثة فقط، وبينما يصنف في المستوى الثالث إذا لم يتمكن من رسم أي عنصر. في التعليمة رقم ستة وثلاثين، تقول الأستاذة حاول أن تزرر وزرتك أو سطرتك، ثم حاول كذلك أن تفك أزرارها. يعمد التلميذ إلى الامتتال لما طلبته الأستاذة، ويقوم بتزرير وزرته، ثم يفك الأزرار التي زررها واحداً تلو الآخر. فتحدد درجة الاكتساب والتحكم كما يلي، يصنف الطفل في المستوى الأول إذا تمكن من تزرير كامل أزرار وزرته وأيضاً من فكها جميعها. وفي المستوى الثاني إذا تمكن من القيام بأحد الأمرين فقط أو عدم إكمال إحدى العمليتين، يعني إما تزرير كل الأزرار وعدم فك أي منها أو عدم إكمال تزريرها أو فكها جميعها. ويصنف في المستوى الثالث إذا لم يتمكن من القيام بأي من هذه العمليات. في التعليمة رقم 37 تقول الأستاذة، ارفع رجلك اليمنى وحاول أن تقفز بها خمس مرات ذهاباً. يحاول الطفل أن يقفز خمس مرات ذهاباً برجله اليمنى. ثم تعود الأستاذة وتقول والآن حاول أن تعود قفزاً ولكن هذه المرة برجلك اليسرى وقفز خمس مرات. فينفذ التلميذ المطلوب وتحدد درجة الاكتساب والتحكم كما يليل. إذا تمكن الطفل من القفز خمس مرات ذهاباً بالرجل اليمنى وخمس مرات إياباً بالرجل اليسرى فهو في المستوى الأول. وإذا قفز خمس مرات إما ذهاباً بالرجل اليمنى أو إياباً فقط بالرجل اليسرى فهو في المستوى الثاني بينما يصنف في المستوى الثالث في الحالتين. إذا استطاع القفز ذهاباً باليمنى أو إياباً باليسرى ولكن دون إكمال خمس مرات أو في حالة عدم التمكن من أداء المطلوب جملة. بالنسبة للتعليم رقم 38 وهي الأخيرة في هذا المجال فتقول الأستاذة للتلميذ حاول رمي الكرة في الاتجاه المحدد لها مع إصابة الهدف. فيحاول التلميذ أن يرمي الكرة في الاتجاه الذي تحدده الأستاذة محاولاً في نفس الآن إصابة الهدف الذي تم اختياره حسب ما يتوفر في القسم من وسائل. وقد يكون هذا الهدف شيئاً أو حتى شخصاً معيناً. ويصنف الطفل في المستوى الأول إذا تمكن من رمي الكرة في الاتجاه الصحيح مع إصابة الهدف بالاعتماد على اليدين. بينما يصنف في المستوى الثاني إذا تمكن من رمي الكرة في الاتجاه الصحيح دون إصابة الهدف. بينما يصنف في المستوى الثالث إذا لم يستطع رميها في الاتجاه الصحيح أو إصابة الهدف. نشكر لكم جميل المتابعة ونضرب لكم موعداً في القادمة من الكابسولات.